للحديث أكثر عن استعدادات وزارة التربية والتعليم تنضم إلينا عبر الهاتف أمين عام وزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوة قبلات أهلا بك دكتورة نجوة يعني المدارس على الأبواب وأكثر من مليوني طالب وطالبة سيلتحقون بمقاعد الدراسة هل أنهت الوزارة بشكل كامل استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الجديد؟ يسعد مساك ومساك سادة المتابعين واسمحني أن نبارك لأبنائنا الطلبة الذين يوم أمس ظهرت نتائجهم وتكللت جهدهم بالنجاح إن شاء الله تعالى يعني أعتقد أن التقرير الذي تنبثه لأنني أنا خارج المنزل فأسمع الصوت كأنه من الزرقاء والذي يتحدث زميلي الدكتور أحمد عياصرة عن استعدادات مديرية الزرقاء الآن بالنسبة لموضوع الاستعدادات بشكل كامل يعني حتى نكون دقيقين فيما نطرح لازالت الكتب قيد التوريد فما تم توريده حتى مساء يوم أمس 95% من مجموعة الكتب المدرسية المفترض توزيع لأبنائنا الطلبة حيث أنه يوم 24 ثمانية ينتهي الموعد المحدد لآخر عطاء لتوريد الكتب المدرسية من المطابع وأول بأول الكتب التي تستلمها وزارة التربية والتعليم ستقوم بتوزيعها إلى مستودعات مديرية التربية والتعليم والتي هي بدورها ستقوم بتوزيع الكتب لمختلف مدارس المملكة فيما يتعلق بأعمال الصيانة يعني أعمال الصيانة لنستطيع أن نقول أننا انتهينا من أعمال الصيانة لأن أعمال الصيانة بسراحة عملية مستمرة ومرتبطة بتوفر المخصصات وموعيد طرح العطاءات فأنجزنا بما قيمت تقريبا 8 مليون ونص وتم تأمين مبلغ مليون إضافي تم طرح عطاءات يعني كم نسبة الإنجاز دكتورة فيما يتعلق بالصيانة يعني نشكي 8 مليون ونص كامل أنجزت أعمال الصيانة من أصل أعمال الصيانة المشكلة ما إلها من أصل لأنها أعمال مستجدة كل فترة مثلا يتم رفع طلب من مديريات التربية والتعليم حسب الاستخدام يعني حسب الاستخدام نعم مثلا الأسبوع الماضي طلب مننا إحدى المديريات يعني في صور يعني تعرض لخلل بسبب يعني حفر لجيران المدرسة فبالتالي أصبح هناك تصدعات في هذا الصور مثلا تضطرنا أن نطرح عاجل له فنقدر نحكي يعني بما نسبة 90% من الصيانات اللي كان مخطط لها سابقا يعني إما أنجزت أو الآن قيد الإنجاز يعني في بعض المدارس الآن عملية الصيانة مثلا تتم فيها في بعضها تحتاج إلى دهان يعني سريع المفروض هذا الأسبوع ينتهي دكتورة بعد إذنك يعني يبدو أن هناك تركيز كبير ننتقل إلى يعني جانب رياض الأطفال هناك تركيز كبير على رياض الأطفال وكان جليا من خلال استحداث مراكز لرياض الأطفال وزيادة الغرف الصفية فيما يتعلق بهذا الموضوع كم عدد مراكز رياض الأطفال التي استحدثتموها إلى هذا اليوم ولماذا التركيز تحديدا على رياض الأطفال بشكل كبير خلال هذه الفترة يعني أنت تعلم أن محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم هي ستة محاور أحد هذه المحاور وهو أيضا محوى الرئيس في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 16-25 لإيمان الوزارة بأهمية تنمية الطفولة المبكرة وأثرها في تعليم وبناء شخصية الأطفال أنت تعلم أن رياض الأطفال هي مرحلة غير إلزامية فبالتالي في السابق كانت وزارة التربية والتعليم لا تستقبل في المدارس الحكومية رياض الأطفال ولكنها بدأت تدريجيا في استقبال الأطفال في رياض الأطفال يعني تقريبا نتحدث عن 79 ألف طالب تم استيعابهم في رياض الأطفال الحكومية وفي خطة وزارة التربية والتعليم تسعى إلى الاستيعاب الكامل حتى نصل إلى الإلزامية لا نستطيع الآن نتحدث عن الإلزامية ونحن لم نستوعب جميع الأطفال الذين يحققون عمر الالتحاق برياض الأطفال فيما يتعلق بقوائم انتظار طلبة رياض الأطفال حديثينا عن هذا الموضوع أكثر بالنسبة لرياض الأطفال تحديدا تم الإعازة جميع مدراء التربية استحداث ما يسمى بالنظام أو الدوام المرن داخل رياض الأطفال بأن يسمح لمدير التربية بتكليف معلمة على حساب التعليم الإضافي بأن تقبل تقريبا شعبتين أثناء الفترة الصباحية فالشعب الأولى يبدأ دوامها فقط في المدارس المكتظة التي يوجد إقبال شديد ولا تستطيع أن تستوعب في غرف رياض الأطفال الموجودة فالشعب الأولى تكون دوامها من الساعة سبعة ونص حتى الساعة الحادية عشر تقريبا الشعب الثانية مع معلمتها الأخرى تستقبل الطلبة تماما في تمام الساعة العاشرة والنص في ساحة الألعاب الخائجية وإجراء بعض التمارين والألعاب ثم يتم التبديل المعلمة فترة الصباح تذهب الآن إلى الألعاب الخارجية وتدخل الشعب الثانية إلى الألعاب الداخلية وغرفة الصف فبالتالي استطعنا أن نوسع الطاقة الاستيعابية في مثل هذا الأجراء طيب دكتور نظرا لضيق الوقت نتكلم الآن عن اكتظاث في بعض المدارس وتحدثتم سابقا عن الهجرة العكسية من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة هل هناك أي ضغوطات تعاني منها الوزارة في مسألة هجرة الطلاب إلى المدارس الخاصة وبعجالة إذا سمحت للآن لم تتضح الأعداد لدينا سواء كانت من القطاع الخاص للحكومة أو للحكومة إلى الخاص لأن دوام المدارس سيبدأ للهيئات الإدارية والتدريسية يوم 24-8 وبهذه الفترة تبدأ تستقبل أعداد الطلبة وسيتم تزويدنا بتقيير يومي من جميع مدارس المملكة عبر رابط إلكتروني تم إعداده من قبل وزارة التربية والتعليم وسنعلن بشكل يومي عن أعداد الطلبة سواء كان المنقلين للخاص أو من الخاص أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية دكتور النجوة قبلات كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك